مرحبا أصدقائي اليوم راح أقدم لكم درس جديد من دروس اللغة الألمانية للمبتدئين اليوم راح نحكي عن زمن الماضي زمن الماضي هو يتكون من القاعدة المكتوبة أمامكم ها القاعدة عبارة عن عندنا البوزيشن واحد البوزيشن واحد هو البوزيشن اللي يكون عبارة عن الفاعل الفاعل مثل منو مثل زي اير دير دس كنت دس كنت مثلا دي كندر هذا هو البوزيشن واحد اللي هو الفاعل زائد الفعل المساعد الفاعل المساعد هو الفاعل اللي يتناسق مع الفاعل مثلا زي است او دا زي هات او دا فير هابن او دا فير زند شوكت است شوكت هات شوكت هابن شوكت زند راح نحكي عليها بعد شوي بقية الجملة شمكتوب بالجملة والفاعل بزمن الماضي مثلا فاغن جفارن مثلا جفارن مثلا جشلافن شلافن جشلافن اذا بزمن الماضي بدتنا القاعدة ها تنمشي عليها سنشوف هسام اسفل سوية وانحلها اااااااا هانونا هناك نجي للامبينة اهتي مثلا عدنا المثال الاول دي كلاينا هايكا است اذن البوزيشن الاول هو دي كلاينا هايكا هلف سبيرب هي الفعل المساعد است ليش استخدمنا هنا است عدنا افعال لازم تستخدموا ياها است اللي هي مثلا قفاغن بيها انتقال اين قشلافن بيها انتقال من حال الحالة هاي الافعال اللي يصير بيها انتقال من حال الحالة هي افعال راح نحتاج انه نستخدم بيها الفعل است او زنت مثلا اذا شوفون المثال رقم تسعة وم فيفيل اور بستو جستر ايجنتليش ناخ خوزة جيكمن جيكمن ليش جيكمن جيكمن ليتمثل حركة يعني انتقل من مكان الى مكان فلازم نستخدم تصريف زين يسامونا تصريف زين وليس تصريف هابن وهكذا بالنسبة للافعال اللي هي تكون انتقالية بالنسبة للمثال رقم الثنين مثلا امضوخن اندها بن فير انسرة فخوينده انبي لفيلد بزوخت اذا اهنان البوزيشن واحد في اللغة الالمانية مو دائما يكون الفع مرات ياخرون وقدمون بالجملة فهي عادة هاي الجملة هي فيرهابن انسرة فخوينده انبي لفيلد بزوخت بس في لما واحد يتطور ويكمل بالتعلم اللغة الالمانية راح يبدي يتلاعب بالجمل وممكن يخلي توقيت الزمان او المكان بالبداية غس احنا باعنا بالبداية فنقول فيرهابن انسرة فخويند انبي لفيلد بزوخت ناس تخدمنا هابن لان عدنا احنا الفعل فير و بزوخت هو الماضي ما الفعل بزوخت شوفوا انتوا هاي الامثلة الموجودة قدامكم ولاعدكم اسئلة تقدرون تسألوني بالكومنت شا استنتجنا من هذا الدرس استنتجنا ادنا انه احنا اليوم اتعلمنا كيف ان خلي الجملة في زمن الماضي نخلي الفاعل نجيب لفعل مساعد ونكمل بقية الجملة وباخر الجملة نكتب الفعل في زمن الماضي اشكركم لمتابعتكم واتمنى تكونون استفاديتوا من هذا الفيديو نطوني لايك اذا عجبكم حتى تشجعوني استمر اسوي هيتش فيديو اشتركوا في القناة